هذا البرنامج برعاية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة من مجلس الصائمين وكل عام وأنتم بخير استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك واحتفاءا بصيامنا في شهر رمضان واحتفائنا بشهر رمضان وقد كان لهذا البرنامج احتفاء خاص جدا بشهر رمضان حينما أراد أن يحيى مجموعة من القيم وأن يثبت إنسانية هذه القيم وأن يثبت في الوقت ذاته تأكيد الأديان على هذه القيم وتحذير الأديان من غياب هذه القيم إننا في حياتنا المعاصرة وفي مصر تحديدا ونحن نشعر بأننا في مفترق طرق ونحن على أعتاب تطورات حتمية في حياتنا لا شك أننا نحاول استدعاء هذه القيم لكي تسكن وجدانا كل فرد من أفراد هذا الشعب حتى يستطيع أن ينهض بمسؤولياته وحينما أقول مسؤوليات الشعب المصري فلا أعني المسؤوليات المحلية وحدها أو المسؤوليات التي تخصه وحدها وإنما يترام إلى ذهني تلك المسؤوليات التاريخية العميقة التي فرضت عليه بحكم التاريخ والجغرافيا بحكم الدور الذي أناط المولى سبحانه وتعالى مصر لأدائه لذلك استدعاء هذه القيم كان بالغ الأهمية وقد خصصنا هذه الحلقة لكي نراجع فيها القيم الثلاثين التي عرضناها تباعا في حلقات شهر رمضان الكريم فاسمحوا لي أولا قبل أن أحكي لكم حكاية هذه القيم أن أرحب بعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي الذي أعد لنا هذه القيم وما أحاطها وصبر أغوارها وأحاطها بمعلومات عديدة فالعنوين التي كنا نظن أنها لن تسفر إلا عن قليل البحث والكلام فوجئنا بأن العنوان نفتح بابه فإذا بنا نلج إلى بحر عميق وكبير اسمحوا لي أن أرحب به معنا في هذا اللقاء دكتور سعد أهلا ومرحبا بحضرتك وكل عام وأنت بخير صح والسلامة شكرا لسيادتك ولكل المشاهدين والمشاهدات واسمح لي في البداية باعتبرت الحلقة الختامية في شهر رمضان أننا أتوجه بالشكر للتلفزيون المصري اللي أتح لنا الفرصة في تقديم تلك القيم الإنسانية في وقت له وضع كبير أعرف إعلاميا أن الوقت البرنامج مهم وإدارة التلفزيون لما تختار الوقت ده للقيم الإنسانية أكيد يعني بتؤازر هذا المعنى للشعب المصري والتحية الكبيرة قوي للإخوة القائمين على البرنامج المخرج والخلف الكاميرا اللي تعبوا طوال شهر رمضان وخاصة أن كان تقريبا طوال شهر رمضان هوى ما كانش فيه تسجيل إلا يمكن حلقة أو حلقتين فكل التحية للعملين والذين ساعدوا على ظهور مجلد الصائمين بهذا الشكل الجميل أيضا تحية خاصة لسيادتك لسيادتك عرف تتقدم في كل حلقة الفكرة والقيمة الإنسانية بما يتوق للسامع أن ينتظر ويسمع ما بعد هذا العنوان فتأتيم الأفكار والعناصر اللي سيتك كنت بتركزها وتعمل زي الموجز كده أعتقد كل المشاهدين يجلون لسيادتك هذا العمل وأكيد حصلت على دعوات نسأل الله لها القبول أن ربنا يتقبل منك ويعينك على أداء تلك الرسالة في حياتك كلها وأنا بحمد ربنا أن ربنا أكرمنا وأنا ما كنتش مصدق أن أنا أكمل الشهر وأكمل العناصر خاصة أننا قضعنا على أنفسنا 30 قيمة إنسانية وكل قيمة منها في داخلها كما تفضلت بالذكر بحور علمية يعني إحنا جبنا قطوف من بحور علمية لا تنتهي مما يدل على أن كل لما تاخد من العلم يزيد يعني الشيء اللي تاخد منه ويزيد هو ده العلم ففي ناس فاهمة غلط أننا لما أقول لك المعلمة اللي عندي إبقى أنا أفلست بقيت أنت زي فأنا عايز أقول للأسادزة دول اللي بيفكروا بالتفكير السطح ده أنت هتفضل طول عمرك أسير معلومتك وغيرك ربنا هيكرمه وهيفوق عنك في العلم فبدل ما تبخل بالعلم اللي عندك وتفاجأ بأن علمك سيضمر عليك أنك تنفقه وشوف النتيجة من الله عز وجل هتلاقي المعلومة اللي هتنفقها هيجي لك بعدها معلومتين أو ثلاثة من حيث لا تدري يعني أنفق ما عندك من علم ستجد العائد مرض عليك أكثر وأكثر ولازم تعرف أيها العالم بالمعلومة كلمة العالم أنا في نظري لا يوجد عالم مطلق وإنما يوجد عالم بمعلومة أو بمعلومات هذا العالم الذي تعلم معلومة أو معلومات لازم يدرك أن معلومته لا تخرج عن كونها خبر يعني إيه خبر يعني قول يحتمل الصدق والكذب معقولة يعني علم العلماء علم الأمة كلامه ممكن يطلع كذب ممكن يطلع كذب ليه لا هو مش الخبر كده روحه وذكره يعني إيه خبر ما هي الجملة الخبرية الجملة الخبرية قوله يحتمل الصدق والكذب ليه قال عشان المتلقي يبقى المتلقى يبقى المتلقى ويتحمل المسؤولية يقبل الخبر من مين ويرفضه من مين ولما يسمع الخبر يجري على قلبه ولما يجري على قلبه يطلع قراره وفي الآخر سيدك هو قلبك سيدك هو عقلك إذن كل الأخبار بلا استثناء قول يحتمل الصدق والكذب فما فيش علم بيقول أنا بقول لكم صدق المطلق هو بيقول صدق المطلق من وجهة نظره طيب أنت يا متلقي وجهة نظرك إيه أو أعتظن أن المتحدث ده هو ربنا لا استغفر الله المتحدث ده يتكلم باجتهاده وبشريته أمر آخر في القيم الإنسانية اللي احنا عرضناها كان لها مغزة المغزة بتاعها أن احنا عشنا في خطاب أنا بتكلم عن جيلي وما عشته كان خطاب عنصري بيديني إحساس كده أن المسلمين بالدين الخاتم هم الناجون ومن عداهم هالكون فأنا صدقت وبعدين دخلت في الدين الخاتم لقيت في داخله طبقات مزاهب وفرق كل مزهب وكل فرق يقدم نفسه على أنه الناجي الفرق الناجية ومن عداها هالك هالك فلقيت الكل بيتهم الكل بالهلاك والكل بيصف نفسه بالنجاة فإذا أدركت قضية أخطر وهي إيه إذا كان رئيس الفرقة أعطى نفسه هذا الحق فإنه صواب وغيره باطل فلماذا لا نعطي هذا الحق لكل إنسان وهو ده اللي ربنا جعله لكل إنسان باعتبار أن كل إنسان ربنا جعله مستقل عن أخيه التوأم بعقلين ولا بعقل واحد بعقلين يعني هم انتخلقهم من بيضة واحدة ومن حيومانة واحد وانقسمت لكن في الآخر لما طلعوا نفسين كل نفس مستقلة مفيش واحد منهم تابع للتاني تمام مما يدل على أن ربنا حمل كل إنسان المسئولية كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القام يبقى أصبح أصحاب الخطاب الديني عليهم أن يتوجهوا إلى تقديم معلومة وأن يجعلوا السيادة لغيرهم كما أن لهم السيادة السيادة المتلقي وليس السيادة للمتحدث إمتى تبقى السيادة بقى للمتحدث في أمر غير الدين يعني في أمر غير الدين يعني إحنا هنعمل برنامج طيب نظام البرنامج هيتطلع إزاي بمحاور ومتحدث ولا هنجيب اتنين متحدثين ومحاور ولا هنجيب متحدث واحد واثنين محاورين كل ده اتفاقات محتاجة حسم ولا نسيبها كل واحد وسيقق قراره طبعا محتاجة نظامه حسم حسم كل واحد سيقق قراره قبل ما نتفق اتفقنا أصبح اتفقنا هو إيه هو الملزق الذي يجب أن يجؤون يترتب عليه أن الخطاب الديني لو توجه إلى خطاب تعليمي هنفاجأ بأن الإنسانية اللي ربنا خلقها في كل إنسان اللي الفطرة السوية أي فطرة الله التي فطرة الناس عليها هتطلع وزي ما النبي قال كل مولود يولد على الفطرة هتفاجأ بأن الإنسانية كلها هتكتمع هتكتمع على إيه على إن الإنسان من حقه يعيش حر يعيش كريم يعيش سعيد يروح لوظفته كما فيه تحت فرص الحياة اللي هي الاتفاقات الإنسانية العامة دي اللي هتوصل الإنسان إلى قيمة حضارية قبرى أما في أمر الدين اللي هو الخوف بقى من القبر والخوف من الآخرة والخوف من ربنا والجنة والنار دي مسألة ترجع إلى كل إنسان يشوف إيه الطريق اللي هي نجيه من عذاب القبر إيه الطريق اللي هي نجيه من الجهنم يوم القيامة فهو قرأ في كتاب الله في المصحف الشريف شيء فاقتنع به على بركة الله آخر قرأ في الإنجيل واقتنع به وشاف إن ده هيوصله طيب هو حسن النية ولا سيء النية أنا بسأل سؤال اللي أمن بالإنجيل ده واللي أمن بالطوراه وهو يعتقد جواه باعتبار معلومات أخدها موروثات أخدها فعيشته في حالة معينة فصار في هذه الحالة مقتنع بحسن نية عنده حسن نية قوي فعلاقته مع الله أنا أقدر أتهمه باتهم غير شريف أو باتهم على الأقل لم نشق على قلبه حتى نتعرف صحيح طالما لم أصل إلى قلبه وهو عنده حسن نية فلماذا لا أتركه كما أمرني الله لكم دينكم ولي دين إذن يجب أن نترك الناس هكذا أما شبهتين بس عايز أقولهم معلش أنا أطول فاضل بس هم شبهتين فاضل الشبهة الأولينية أحد الأطباء الكبار التصل بيها وقال لي هو أنت تدعو إلى الإنسانية إزاي وربنا أمرنا أننا نجعلها إسلامية أنت له إزاي قال لي مش ربنا بقول ومن أحسن قولا من من دعي لله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أنت رأيه قال لي شفت أنت عايز أنت جعلها إنسانية أنت لا أنا أسف كلمة مسلم وإنت عايز تغير مسلم إلى إسلامي في فرق كبير بين مسلم وإسلامي يا ما بين السماء والأرض الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يبقى الإسلام هو الدين دين مين دين ربنا يعني هل يا صح حد يسرق ربنا من الآخر ولا ربنا لكل هل يا صح حد يسرق الدين لنفسه ولا الدين لكل إذن الإسلام هو التعلق بالله طيب التعلق بالله وبعدين فهم مراد الله على صورة معينة من الذي يفهم مراد ربنا على صورة معينة البني آدم صار مسلم يعني أنا مسلم بقدم صورة للإسلام من وجهة نظري سيادتك مسلم بتقدم صورة للإسلام من وجهة نظرك التالت مسلم بيقدم صورة للإسلام من وجهة نظرك فأصبح صور الإسلام في الواقع متعددة بتعدد من؟ الشخصيات الأشخاص كل شخص على حسب عقدته على حسب تصوره وعلى حسب إظهاره لهذا الدين فهل يا صح صورتك تبقى الإسلام؟ لا صورتي أنا تبقى الإسلام؟ لا صورة فلان ولا علان تبقى الإسلام؟ لا أنا صورتي صورة مسلم بشر بني آدم يفهم ببشريته قد يكون صوابه قد يكون خطأ وحسابه عند الله بنية وحسابه الآخرين عند الله بنية إذن في فرق بين الإسلام وبين المسلم فلما تقول أنا مسلم آه جميل مسلم يعني من سلم الناس من لسانيه ويده مسلم يعني بيقول أنا بفهم الإسلام ببشريتي بفهم الإسلام بعقلي مش بوحي من السماء بجانب كمان أن الكلمة استخدمت قرآنيا وحدك طبعا قدرى حتى فعل أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها يعني الاستخدام الإلهي آه استخدامها حلية إيه ده سنة كونية سنة كونية وبعدين بلا من أسلمه وجهه ولله هو محسن بالضبط أسلم وجهه يعني تعلق بالله بعدما تعلق وجهه بالله أظهر صورة معينة الصورة اسمها مسلم الصورة في الأرض اسمها إيه؟ مسلم لكن التعلق التعلق بالإسلام تعال بقى الشبهة الثانية الشبهة الثانية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين الله فالبعض يظن أيوة دين محمد هيسود أن يكون غالبا على الأدية نعم دين محمد ما هو صلى الله عليه وسلم تعرف لو فهمنا دين محمد ما هو صلى الله عليه وسلم لمرت الحل فهمه كويس قوي مشريك مك فهمه كويس قوي لما قالوله إن أردت ملك ملكناك تمام إن أردت مال أعطيناك صحيح المهم إنك تبقى جماعة رفض إن يبقى جماعة وطلب وقال بإن لا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع ما فيش جماعة الدين لازم يتبدد جماعته ما فيش جماعة دينية ما ليبقى فيه إيه تعلق كل بني آدم بربه كل بني آدم يبقى جماعة لوحده إن إبراهيم كان أمة كل بني آدم يبقى جماعة لوحده وإنه بين الله ما يشلش مسئولية ولا يدي تعليمات لغيره دينيا سيبوا الدين بعلاقة فردية بين العبد وإن ربه إن إبراهيم كان أمة دا مسأل أعلى للناس مش اختصاص لسيدنا طبعا دي الصحق رأى جديدة طبعا أولئك الذين هدى الله فبيهده مختده هو أنا مش ههتدي بسيدنا إبراهيم وههتدي بسيدنا محمد صلى الله وسلم لما ربنا يقول لي دا أمة إذن أنت يا بني آدم خليك أمة خليك أمة طبعا أوعى تبقى فرد في أمة فرد في أمة بشرية في الشعب آه عضو شعب لكن أوعى تقول في الدين دي أمتنا بقى وأمت الدين بتاعنا وأنا من الزعيم طب سيدنا محمد مات هنجيب مين هنعمل بقرعة ولا هنختار مين أطولنا لحية أطولنا عمة هنجيب مين إذن ما ينفعش تقول لي أو ولا هنجيب أقدمنا سنا هنجيبنا ببشريةنا طبعا ما يختارهوش ومن بداية إذن ما فيش إذن ما فيش حاجة اسمها آآ نائب عن ربنا في الأرض فكان سيدنا محمد صلى الله جاي بالرسالة دي اللي يخلي فيها الدين إيه فردي فردي هم مش عايزين الدين فردي خالص عايزين الدين جماعات ليه أصل الجماعات سبوبة للمكاسب سبوبة سواء مكاسب آآ وجاهات اجتماعية أو مكاسب مادية يعني إن قلت مادية نقوم من غير فلوس اللي سيدنا عيسى عليه السلام قالها إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني بها عن الناس ولا يحب العبد يتخذ الدين مهنة فأصبح وظيفتي بس أقول حالة وحرام واخد فلوس واخد وجاها دي مش وظيفة حالة وحرام دي لازم تكون في قلب كل إنسان زي ما سيدنا نبي قال له وابصة ابن معبد استفت نفسك استفت قلبك وإين أفتاك الناس وأفتاوك قال له قبلها إيه البر مطمئنت إليه نفس واستراح إليه القلب والإثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر وكرهة أن يطلع عليه الناس قلت الكلام ده لأحد الشخصيات الكبيرة من الأطباء اللي هم المفكرين وخاصة الأطباء دول المفكرين أول يعني بيحبوا يفكروا كتير فيقول لك آه دي وابصة إحنا مش وابصة العبرة بعموم اللفظ طبعا ولا بخصول السلام خاصة حينما يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم إنين وابصة مش أحد الصحابة العاديين ولا الوجهاء زي أبو بكر الصديق ولا زي الأشخاص وهو من خارج العشرة حتى المبشرين بالجيب طيب لما هو من أحد الصحابة يبقى النبي بيخطبه ولا بيخطب بيخطب الأمة طبعا طيب لو أنت زعلان من الحديث أنه وابصة النبي كان بيجامله عشان شايفه مثلا أميز مننا ربنا أستغفى الله غلطان لما قال وكل إنسان ألزمناه طائره وفي عنقه ولا تقول لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيوة هو قال لك اتبع قال لك اسأل والإجابة والإجابة لازم تكون وحبك وضحت اسأل مش عشان تقام اسأل عشان تعلم طبعا كنتم لا تعلمون مش لا تؤمنون طبعا يعني عشان أعلم بس مجرد علم بزا وما أعلم أشوف بقى قلبه يقول إيه ممكن قلبي يعلم الحق ويخالف الحق يبقى أنا فعلا منافق مين اللي يحكم عليها بالنفاق أنا هو الإنسان نفسه لممكن معرفش الحق وأمشي بالباطل بس أنا ظن أنه حق متواهم أنه حق أبقى ضل عن الطريق أبقى ضل الضلال ده متعمد ولا بحسن ني لا كده بحسن ني رفع عن أمة الخاطأ والنسيان وما استكره عليه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم تمام شفت لو أنت جعلت الدين فردي الدونة هيتحل إزاي الحديث ممتع ويعني بيطلع الزهن كده أفقرنا بقى القلوبة الثانية هجم معنا أنا بقى عايز أحكي للناس الحقيقة أنه الدكتور سعد حتى قبل رمضان شغل جدا بقضية التلاتين حل أو فكر وقال لي حتى أنا وفكر أعملها عن الصلاة وبعدين رجع بعديها بأسبوع قال لي لا أنا شايف أن الموضوعات الصلاة والعبادات دي إحنا طرقناها كتير قبل كده أنا عايز أعملها حاجة مميزة رجع بعديها بأسبوعين قال أنا وقعت على فكرة كويسة جدا نعملها على القيم القيم الإنسانية القيم الأخلاقية إحنا خدنا منه العنوان وبعدين قلنا يا ترى قيم الإنسانية إيه اللي هنعمل على تلاتين حل وعندين دي هيدخل فيها في الفقه إزاي فالحقيقة بعدها بفترة كده جاب العنوين وبرضه لما قدنا العنوين زي ما قلت لحضراتكم في الأول على ما ترس فهمت كوينت عندي شخصيا العنوين دي هتكشف عن إيه يعني ودي ما تعملش موضوعات إيه اللي مش عارف الثقة بالنفس إيه إنشاء الأسرة وحمايتها وبعدين الحقيقة كانت المفاجأة لما ابتدى يحط العناصر إن هذه العناصر سوف تكشف عن علم كبير جدا من الجميل جدا أن يكون على رأسه قيمة أو عنوان مصدر قيمة إنسانية يتعلق بها الناس ثم يتعرفون على تفاصيل إجراءاتها القديمة في حياتهم ثم يفكرون في إجراءات جديدة ومبتكرة لحياتهم المعاصرة من خلال نفس القيمة وبعدين قال لي ما ترتب لنا القيم دي أنا لما بصيت في العنوين الحقيقة وإيه هيتعيني على كلمة الثقة بالنفس تعلقت بيها ليه بقى؟ لأن أول مرة أتقابل مع دكتور سعد الهلالي في برنامج مجلس الفقه ضرب بيننا حوار كان مهم بالنسبة لي جدا أنا بقول له الجماعة الشيوخ الكبار أو الجماعات اللي دي بتسيطر على الشباب لما بتقول لها يا جماعة أنت اعمل كذا صحة ويعمل كذا غلط فيقول له لا بس أنا بعمل دي بحس براحة مثلا بسمع الموسيقى بحس براحة بسمع الغناء ما بحسش أبدا أنه بيحرج غريزي ولا أنه بيؤدي بيها إلى فساد فيقول له عشان فطرتك انحرفت فجيت دكتور سعد قال لي امسك هيا دي جوهر المسألة أول شيء بيعملوه ضرب ثقتك في نفسك لما قال لي الجملة دي الحقيقة أو تحطي عنوان الثقة بالنفس في أول قلت لا نخليها أول شيء لأن أول سلاح مهم لأي إنسان يجنبه سيطرة واستحواز الآخرين عليه دون وجه حق وبالذات المتحدثين باسم الدين هو أن يكون واثقا من نفسه قيمة الثقة بالنفس يا دكتور سعد وهي من أهم القيم اللي أنا بعتز بيها وهي كانت في صدارة حلقة الحقيقة بأكد عليك أمس يدك إن يمكن من يوم معرفتك أنت ما انتبهتش إلى قيمة معينة لفتت انتباهك أشد من القيمة الثقة بالنفس يعني أنت اعتزت بكل عنوين إلا هذا العنوان اللي اعتبرته فارق إنسان عايز يبني شخصيته هو الثقة في النفس عايز تخلي بني آدم صحيح أمة زي سيدنا إبراهيم كده هي الثقة في النفس عايز تخلي بني آدم صادق مع نفسه ويموت ويموت ويمرتاح الضمير يباوثك من نفسه فقد الثقة في نفسه وهو بيموت وحافظ القرآن هنخوفه رب حافظه أو قرئه القرآن والقرآن يلعانه ونخوفه الثقة في النفس إحنا قلنا طلبنا من المشاهدين والمشاهدات أفكار وأنا بشد وعايزك تساعدني أن كل المشاهدين والمشاهدات وخاصة النخب اللي هما بيستنكفوا عن أخذ الجوائز لازم يبعثلنا الأفكار حتى لو كانوا زاهدين في الجوائز لأن احنا في أمس الحاجة الأفكار دي وهنحطها في كشكول وهنحاول نوظفها توظيف صح بس اللي احنا بنقوله من أفكار إجرائية ما يرجعناش تاني يعني احنا عايزين نقوله فكرة إجرائية كنوع بس من تفتيح المسألة ومنتظرين من المشاهدين والمشاهدات يجيبوا لنا إيه أفكار جديدة وهنرصها كده رصة حلوة وأنا متأكد أن عدد المشاركين هيبقى أقل بكتير من الأعوام السابقة بس هيبقى أفضل طبعا العدد القليل ده هيبقى مركز وواعي التلاتين حلقة بتمنى برضو على سيد عبد الناصر المعد بتاعنا أنه يروح للجرائد وينزلها علشان المتابعين يحاولوا برضو يتابعوها ويساعدون في المشاركة بأفكار إجرائية نحاول نفعلها الثقة في النفس اللي ممكن نديك فكرة إجرائية جميلة قوي اللي هي إيه إتاحة الفرصة إتاحة إيه الفرصة أنت بتدرب سواء ادينه فرصة يسوق ممكنه ما تعودش ترعبه بالمتابعة عايب اللصيقة بتحاول تربي ابنك ادينه ثقة في النفس ما تعودش ترقبه مراقبة لصيقة أنت عايز زوجة طيبة ادينها ثقة في النفس وهكذا إذن مطلوب إتاحة الفرصة للآخرين فلو ما كنت عارف إتاحة الفرصة هتحقق الثقة في النفس بترأيها غير عادية ما حدش تشك في نفسه جميل جدا وأيضا أنا أقترح حتى في أن يلزم المعلم من المراحل الاتدائية والإعدادية والسنوية أنه يبقى عنده جزء من الحصة لازم التلميذ يعبر فيها بحرية عن نفسه ولو خمس دقائق هذا سوف يساعد يسميها إتاحة برضو آآ يعني يريد دي تعمم في وزارة التربية والتعليم ويبقى أولادنا قادرين على التعبير عن أنفسهم ومنتهى الثقة والوضوح القيمة الثانية حسن التدين حسن التدين في نظري ما لهش حل غير أن أصحاب الخطاب الديني يبقوا معلمين ويلغوا وظيفة رجل الدين ويبقى وظيفة رجل علم علم مادة تمام فساعد هلالي يقدم نفسه على أنه أستاذ فكه مقارن الزميل أستاذ آخر أستاذ تفسير زميل أستاذ آخر وهكذا ده لو اعتبرنا دي معلومات والناس تعرف أن احنا نقدم معلومات ولا نقدم دينا أما الدين ده بقى فتحمة عند الله إنك لا تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي من يشاء أفمن شرح الله صدره الإسلام يعني المسألة كلها متعلقة بالله المعلومات تاخدها وكل واحد بيختار دينه ما قلش بقى أصلا بحمي الدين وعايز أكتر عدد لا أقدم معلومة صح وأقدم فكرة صح الناس هتقتنع بالفكرة وهتمشى عليها لأن الناس لها الصح هل نقترح الزمن للجهات الرسالية والمسؤولة بإلغاء كلمة رجل الدين إلخاء كلمة مش موجودة أصلا ده في الإعلام بس للاسف يعني نرزم بها إعلامنا وكلمة الداعية أو مثل هذه الكلمة دي كلها مصطلحات للتعمية وعالم من علماء الأزهر طبعا هو الأزهر بيخرج عالم من علماء الأزهر أنا عايز أقول للمشاهدين بس لحظة الأزهر يخرج إما لسانس أو باكريوس واللي هيخد لسانس أو باكريوس ممكن ياخد مازيستير أو دكتوراه فيه تخصص إذن الأزهر لا يخرج علماء وإنما يخرج يخرج متخرجين من الجامعة بلسانس أصول الدين لسانس شريعة لسانس لغة عربية أو باكريوس تجارة أو باكريوس علوم أو باكريوس طب وبعدين اللي هيخد مازيستير بياخد مازيستير في الفقه المقارن أو مازيستير في التفسير أو هكذا إذن لزملائنا الإعلامين ينبغي أن لا يتم تعريف أي من الناس بأنه عالم من علماء الأزهر وما تظهر هذه السيغة مجردة لا لابد أن يتحدد تخصصه أو الصفة التي يعمل بها وحتى إمام المسجد بنقول إمام المسجد كذا عالي وظيفة مش علم لوظيفة أما علمه إيه لسانس شريعة الأصول الدين لسانس شريعة إسلامية وهكذا الصدق وقول الحق الصدق وقول الحق في نظري عشان يحصل يبقى لازم يكون فيه حرية مساحة حرية كبيرة مساحة حرية سيادتك لو مسكت ابنك وعقبته في كل شيء هيخاف منك وهيضطر يجزب فاتدينه مساحة حرية وتعامل معها على الحرية لو تعاملت معها على حريته وبدون نعم من التخويف ونعم من العقاب الأليم اللي يخليه يحاول أنه يتجمل فأعتقد مساحة الحرية هتزود شوية لا عايز أدخل معيك في تفاصيل هنا بسرعة الحرية هنا إجراءتها يعني مثلا أتركه يشاهد على النت ما يستطيع أن يشاهده أن ينزل في ساعات متأخرة من يل كما يحب أنت بتدي تعليماتك بتدي تعليماتك دوجهاتك اللي أنت شايفها مناسبة وبعدين لما بييجي تسأل عملت إيه فهو إجابة غلط أو نفذ تنفيذ غلط فلو أنت بقى عقبته وانت ده أصل كذا هيتطر يجزب عليك فأنا عايزك بعدما عمل غلط هتقول له على فكرة اللي أنت عملته ده أدى إلى غلط كذا وأتمنى أن أنت لو فكرت بالطريقة الثانية الأفضل لكان أحسن لو أنت عملت بالطريقة الثانية أو يعني شغلت وقتك بأمر آخر بعمل كذا كنت هتبقى أفضل من كذا كأنك دكتور سعد بتقول لنا تجنبه العقاب إنما تقريبا وظفتنا إرشادية ده صحيح ده صحيح كأبقاب أصلا أنت لو عقبت هيتطر يجزب بقى ولو قشرت عن أنيابك هيتطر يتجمل عشانك فأنا عايزك تتعامل مع الواقع مش مع الواقع إنك تسيبه ينحل لا مع الواقع إنك تشوف ماشي إزاي وتحاول تقول له هنعمل إيه تمام القيمة القادمة أنا هستعين بقى بال الرجد والحكمة آه الرجد والحكمة نتعرف أفضلها إيه أفضلها التدريب يعني إيه التدريب يعني خلي الجانب العملي أكتر من الجانب النظري ما تعدش تدي تعليمات نظرية وتنسى الجانب نهو العملي فأتمنى التوع السنوي والجمعة لازم يلتحقوا بسواء ماركت ولا يلتحقوا بورش ولا يلتحقوا بمصانع ولا يلتحقوا بشركات في الأجازات في الأجازات أو في الدراسة هو يفاقي في الدراسة ما تقولش الدراسة ما شاء الله واخدها وقت قوي أي يعني يوم في الأسبوع فيها إيه والحقيقة أنه في يعني في الولايات المتحدة الأمريكية معظم الطلبة في الصيف بيشتغلوا مهما كان مستوى الاجتماعي حتى لازم يشتغل في مهنة يجرب نفسه والله إلا أقول لك يعني حاجة أعتقد كلنا الوقتي حاسين ما من وزير ولا مدير عام ولا مسؤول ولا موظف ناجح إلا ولو عرفت من وراه إنه كافح بعرقه طبعا وهو طالب وهو طالب حلوة يعني فترة وهو طالب شوف الوزير والمسؤول اللي تلاقيهم الدلع ومش قادر ياخد قرار تعرف إنه هو عاش مع بابي ومامي بدون لحد ما اتخرج بالجامعة وصرفوا عليه جميل جميل أما بابا وماما اللي قدروا يقولوا لابنهم يا ابن إحنا مش هنعيش لك لازم تروح تشيل المسؤولية لازم التحق بالنادي فلاني التحق بيه المركز الشباب فلاني التحق بيه أي عمل تدريب على حاجة تفهمها وتعرفها إن كان بيحب رياضة ولا بيحب سياسة ولا بيحب تدريب على حاجات في الكمبيوتر حاجات في البراء وخاصة كمان العمل الشائي اللي هو في المطاعم ونظافة الأشياء دي هو في بيته ومش هنظف وامه وعمرها ما ترضى ما ترضاش إن ابنها يقف ينظف بس لازم يروح المطعم ويتعلم تمام مش يبقولك اللي بيخش الجيش بيطلع رجل ليه عشان بيعمل في كل شيء ويصمد ويزور طيب اختراح تاني إذا كنتم مش عايزين تشغلوا ولادكم دخلوا مادة التربية العسكرية الحقيقية داخل المدرسي في إعدادي وسانوي تمام وجامعة تمام بس ما تبقاش مادة التربية العسكرية سورية لا أنا عايزها معسكر صحيح تمام هيطلع كده كده ودي متصلة بالقيمتنا الجيش ده مصنع رجال طبعا التعليم والتعلم التعليم والتعلم مدارس بدل ما نقعد نبني مساجد ونجعل المساجد دي احنا في إمكاننا نصلي في أي مكان لأن الحديث بيقول جعلت يارضوا مسجدا وطرابوها طهورة أنا عايز بدل ما نفكر في بناء مساجد الآن أنا عايز أبني مدارس نربي ونعلم في أولادنا لأن أولادنا 100 طالب في الفصل أنا عايز 20 طالب في الفصل شوف تخيل بقى محتين كم مدرسة طب يعني حديث بتدفع المجتمع برجال أعماله بجمعياته المدنية أنه مشروع القومي الحقيقي هو بناء أكبر عدد من المدارس وإيه كمان وإيه تاني وإيه عايز كمان وزير لكل مرحلة لكل مرحلة أيوة يعني وزير الابتدائي ووزير الأداري طبعا مش كتيرة دي لا 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 ما هو أنت لما تعمل مدارس كتيرة هتفاجأ بأن العدد الدمي اللي هيسيطر عليه لما تخيل كده أن مصر كلها مدارس وكل 20 طالب في فصل كل 20 طالب في فصل أيوة ده تخيل التخيل ده هيبقى عندك كم مدرسة صحية من المسؤول خاصة كمان أن كل مرحلة محتاجة تعليم ومحتاجة علم أنا عندي مصيبة هنا في التعليم أن العلم في مرحلة ما قبل الجمعة كبير ومرحلة الجمعة خفيف بتمنى على المسؤولين يقلبوا الهرم ويخلوا التعليم الخير في في ما قبل الجمعة طبعا والتعليم التقيل في في مرحلة الجمعة ليه؟ لأن مرحلة الجمعة مرحلة التعامل المسؤولية والعلم اللي هيتشكل لكن مرحلة ما قبل الجامعة نفس حبب العيال في التعليم عندنا تسريب علمي قد كده نسبة المتسربين في التعليم كتير بسبب ايه صعوبة ده كان فيه ابو وامو متعلمين بيعرفوا هرع ولادهم في الدروس فيه اباك كتير مش فاضيين يبدو ان الوقت سيحصلنا فسنمر على القيم القادمة مرورا سريعا جدا التحية والسلام الله نفسي نعمل شوف وجود افكار جديدة بتأدي الى الاكثار من التحية والسلام عندك الاشارات يعني مثلا كده ده اشارة الضوء ده اشارة الزمارة ده اشارة ده كلها اشارات هيت ممكن تستخدم حريما في التحية والسلام فلازم تطور العصر التحية والسلام مش لازم اقولك السلام عليكم صباح الخير مساء الخير فممكن التحية والسلام تأتي بكل روح تحقق مرادها وهو فتح قلب الانسان لاخير الانسان بتلك الاشارات التكسب والانفاق الحصالة مع الولد الزغير الولد الزغير ده ده حصالة وتعمله دفتر توفير وتقول له وفر وحسب وشوف وعديتك حاول توفر منها لكن مش اللي يصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ده ما ينفعش مع الولاد وإلا هيعيشهم الدلعين فلازم يتعلمهم ازاي يحصن وكمان حسن الجوار وهو للأسف في الفترة الأخيرة لم يصبح على عهدنا به في مصر في نظري وجود مجالس لاتحاد شغيل عقار مجالس لاتحاد الحارة والشارع يعودوا مع بعض ولو مرة في الأسبوع أو مرة كل شهر حتى لدراسة مشاكلهم أعتقد هتقرب الأمر الآخر وجود نادي لكل حي أعتقد برضو هيقرب وجود النادي هيخلي ابنك وابن هناك فلو احنا زعلنا من بعض ولادنا هيقربونا من بعض فانعايز لو احنا لازم يكون في همزة صلة ما بين ناس وبعضها سكان مننا مباشرة أو عن طرق ولادنا أو عن طرق زوجاتنا فلازم يبقى الزوجة تقابل الزوجة وفي نوع من التواصل الحلقات الثلاث حلقات التواصي بالحق والصبر والمرحمة نمر عليهم التواصي بالحق عمري ما هتواصل معك بالحق من غير معلم صح؟ تمام فلازم أتعلم أعلم أحوالك أسأل حالك إيه فلما أسأل عن حالك هتفاعل لما أعرف الأخبار هتفاعل لما أسمع مثلا خبر أن فيه إرهاب تم أنا شيء طبيعي أنه هيكون توصية لما ألتقي في الإعلام هقول لا الإرهاب حرام وحرام عليك وتقتلوا النفس بغير حق إذن هتفاعل لما لقي فيه انتماء وطني واحد موظف بسيط في الشرطة كان أمين ورد المال لصاحبه ووقف وأنقذ إنسان لازم أجي في الإعلام واشكره وشد من أزره إذن التواصي بالحق قائم على المعلومات فلازم نتعلم من المعنى صحيح بالصبر التواصي بالصبر الزيارات يعني شوف لما يكون واحد مصاب زيارته شكلها إيه المواسعة والزيارات بالتأكيد والمرحمة المرحمة ده لغة الإنسان يعني عشان يبقى فيه نوع من التراحم أنا عندي ثلاث فئات لو عظمناهم هتحقق المرحمة لازم نعظم الثلاث فئات دول المرأة وكبار السن والأطفال المرأة وكبار السن والأطفال لو إحنا عظمناهم واعتبرناهم حرمة معينة هتفاجأ بإن المرحمة جاية القائمة وأن المجتمع متحضر إتقان العمل وآهن من إتقان العمل ما فيش غير تعمل لجان لتسلم العمل لجان يعني أنا أديتك أولى عشان تعمل لي فيلا طيب قبل ما استلامها لازم لجنة معينة أو تقوم بالاستلام الأمر الثاني لما يكون بيني وبينك عقد يبقى لازم العقد يكتب فيه كل شيء أكتب فيه كل شيء عشان لما يحصل مخالفة أو لك أنت خلفت الأمر الأخير برضو تضمين الصناع يعني واحد أم واخد عمل عشان يخلصه في شهر عمله في أربع شهور ما يضمنش ليه واحد عمل عمله ما أدهوش على الواجه الأكمل ما حسبوش ليه وضمنه ليه جميل وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هم مش عايزين أكتر من الزيارة والابتسامة والتليفون يعني خلي فيه تواصل كده اللي بعدها أعتقد أن البر بالأولاد يعني إزاي نحسن الآباء يحسنهم بالأولاد الأب الإبن عمره ما هيشبع حتى لو دلعته من غير ما تسلحه فعشان تسلحه سلحه سلاحين السلاحة أولاني إيه العلم تتدي له الشهادة أقف جنبه وصبر على كل أزاه لحد لما ياخد شهادة اتنين عليك أنك تاخد أمر تاني غير العلم أنك تجوزه جميل عزة إحسان الأبوين عشان تجوزه تجيب له شقة للأولاد هجزة صنع معنا الأهل فيعني يجب أن نصنع مع الأبناء إحسان الأبوين الزعافة كده جديد كان زمان لا الأبن بمجرد ما بيخلص التعليم أو بيخلص يصل لسن البلوغ الأب بيسيبه بقى يقول له نشتغل يا ابني عشان أكسب من وراك تمام الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة ادي لها ثقة في النفس اديها الثقة في النفس لو اديتها الثقة في النفس ومزيد من الحرية أعتقد هتاخد منها كتير الأمر الآخر أن الزوجة الصالحة لو سيادتك قدت لها أخبارك أول بأول هتعيشك لكن أنت صندوق اسود مش عايز تعرفها دخلك ولا عايز تعرفها شغلك بس بلاش أنت بلغة المخاطر الناس يعني بس عايز السياسة ناس عايز السياسة ناس مهمين اللي بيشتغل في الأمن العام واللي بيشتغل في مصير الدولة ده أمور ما تطلعش إلا في أماكنها بس وما يمنوع طلوحها في بيت ولا في أي مكان بس هي هتعيش إيه بيقول لها أنا عندي شغل أنا عندي مجلس لازم يعرفها كده لكن ما يقول لاش عند مجلس ويكون رايح في النادي قابل حد أنا عايز الصدق تمام الراجل التاني اللي بيشتغل فيه شركة تجارية لازم يكون معايش مراته عشان تباعيش الوضع تمام لما هي هتعيش الوضع بالله عليك مش هتفعل تمام هتبقى زوجة صالحة ولا لا؟ الزوجة الصالح الزوجة الصالح إنها تغفل عن ألعابه المقصود أقول لك أحسن ألعابه دي يتخوف فيه واحد اسمه عطمان بن زيد قال ألعافية وعشرة تسعة منها تسعة منها في التغافل تسعة منها إيه؟ في التغافل يعني اتطنش قبل الراس فقيل ذلك لأحمد بن حنبل فقال العشرة كلها في العافية التغافل كله في العافية التغافل كله في العافية اللي عاوز عافية اللي عاوز يعيش من غير الضغط ولا سكر ويمشي حاله تغافل لما تتغافل الزمن بيحل وهي أصلها موجة يعني ايه موجة؟ عارف المراهقة بتستمر كلنا عدنا بفترة مراهقة طبعا ولكنها تتطاقة ونأتي بنسخر منها ونزعلين منها ولما نشعر فيها كده بنحش بخجل يعني بنمر ده وتلك الأيام ونقولها بين الناس إذن التغافل كويس لو أنت بقى تربست أول ما غلط معك يا عاوز عاصم تربست بي وقفت لي وعملت لي خطة حمر بينه وبينك طب ليه؟ يعني التغافل فيه جزء كبير من التسامح أه طبعا جميل حسن الفراق وهو بقى نريد فيه قمة التسامح حسن الفراق كم أتمنى إن الزوج اللي يطلق ما يعتبرش مطلقته دية خلاص لا يدي لها بدل نفق الثلاث شهور بتوع النفق دول لا يدي لها نفقها لحد لما ربنا يكرمها ويتلاقي من يعولها فلو كان أبوها موجود يعولها لو كان حد من أهلها موجودين يعولوها لكن ما فيش حد يعولها عايزك يا زوج تبقى أنت العائل ولا تنسوا الفضل بينك والله فيه يعني بالمناسبة اتصلت بي إحدى السيدات بالأمس وتقول إن زوجها وكانت تريد تليفون حضرتك إن زوجها قال لها أنت طالق وبعدين انفصل عنها وبالآن عام كامل لم يقدم لها ورقة طلاق وكلما تسألوا كلما تسألوا يقول لها لا أنا طلقت لا لا هي زوجة بدليل بدليل إن لما يموت هتوح تورسه هي زوجة طبعا هي زوجة طب تقابله بحجاب أم بغير حجاب زوجة زوجة تاملة هي وطبعا الإجابة تاملة عشان تبقى من الزوجة يبقى خالية تبقى إيه خالية عن نفسها أو عصبتها معاها تروح تجوز غيره تنفع تجوز غيره لا تمام ولا هي بتوقف إجابة شافية وأعتقد إنها كل ألعيب الرجال في هذه المسألة ستقضي عليها لأنها الآن زوجة وبلها كل حقوق الزوجة هذا عن حسن ده لو رحت تجوز غيره هيرفع لها دعوة زينة على فكرة طبعا هو نفسه باعتبارها ما زالت زوجة حسن الحضانة حسن الحضانة بطاقة متابعة مدرسية وصحية علشان الأبوين يمضوا عليها بصفة مستمرة الأمر الثاني الاستضافة القانوني الغير بدل ما يبقى زيارة يبقى فيها إيه استضافة استضافة الأسرة البديلة إعانة الكفيل الأسرة البديلة واحد بياخد لقيت واحد بياخد واحد من ملجأ فأنا عايز الدولة زي ما أقام الوقتي بتدي إعانة للكفيل الأمر الآخر تشجيع تنسيب ابن الزينة من الزاني وده رأي فقهي موجود عند سبعة من كبار التابعين وقول عن مالك فما ينفعش رأي فقهي موجود يخدم وندوس عليه عشان نسيب أطفال الشوارع عليهم يزيد ونخلي طفل ابن الزينة منسوب لأمه مش منسوب لمين لأبيه طب مدام بتنسبته لأمه ما تنسبوه لأبوه من مرة السياحة السياحة للرحلات ونرجو الدعاء بقى أن السياحة تعود إلى مصر يعني كما كانت في السابق لأنه هذه أصبحت صورة كبيرة مع الدعاء عمل وكم أتمنى من العمل العمل بقى لفكرة إجرائية أنك تعمل لي حفلات كبيرة مبهرة ومؤتمرات عالمية كبيرة في الأماكن دي هتفاجئ الناس جاي يعني شوف الرئيس لما عمل المؤتمر الاقتصاد العالمي جاب الناس وليما جاهمش طيب تخيل ده لو عملت كل شهر أو كل شهرين كذلك لو عملت احتفاليات كبيرة الناس متحب بإيه تشوف الناس متحب بإيه وهتعمل لهم وخاصة أن إحنا بنخدم الناس والدين جاي يخدم الناس المشكلة في أصحاب الاختاب الديني ده حرم وده حلال حرم في نوجة نظر رأي بس حلال من نوجة نظر رأي تاني ألا توجد اختراحات لأنه صدر للرأي العام العالمي أن ديننا الإسلام الخاتم يعطي الحرية للسائح وأنه لا يجبره على شيء وأنه لا يلزمه بشيء ولا يهدده لو أنا عملت كده أبقى واصديني لو أنا عملت كده أبقى واصديني ليه اتكلمت باسم الإسلام وأنا مش من حق أكلم باسم الإسلام طب إذا كان البعض للأسف يتكلم باسم الإسلام ليشوه صورة الدين ويقول أنه يهدد السائح وأن السائح حينما يأتي إلا هنا فهو نقول نقول إبا هو يتحدث باسمه وبعقله وينسب عقله للدين الإسلامي والله لم يفوض أحدا الله لم يفوض مخلوق في أن يتحدث رسميا عنه جميل أتبسم أه التبسم ده كفاءة اللي بتسمع الله يخلي بس أنا عندي فكرة كويس إيه هي؟ بيضوا الأسنان أو فيها دلوقتي عمليات ورندي هي تبقى دعاية لعيادات الأسنان اللي هي بيض سنانه هيضطر يضحك عشان يفرج أسنانه البيضة للناس طيب من ضبط حاجة تانية الصور كل لما اتدخل الطلبة وتدخل الموظفين هنصوركم هنصوركم فكل واحد عاود يصدر في الصورة إيه؟ يعني يضحك عشان الصورة تطلع حلوة طيب أنا زي أصل في تبيض الأسنان وتبيض الواجهة وتبيض كل شيء فيها جاهز مكان لوضع القمامة هتفاجأ بأن نظافة صارت موجودة يعني عندنا أماكن محتاجين نحط أماكن القمامة في كل مكان لو كل واحد يرتب نفسه كده هتفاجأ الأمر الثاني وجود منظفات ورخصة سعرها يعني متعمل لشنبهات رخيصة متعمل لصابون رخيص وتحط فيه الحمامات العامة الصابون أكيد هتوصل سأتبع الحلقات الثلاثة بالنظافة الحلقية يعني القيم الثلاثة القادمة السلوك الصحي البيئة الصحية التزايد السلوك الصحي أول ولا البيئة الصحية؟ سلوك الصحي السلوك الصحي اللي هو التصرف الصحيح لما الموديل بتاع الكراسي مصبوط هتلاقي القعدة مصبوطة لكن لما تعمل موديل الكراسي يجيب ديسك بالمناسبة دي من أي نوع اللي احنا عادي هتنرجو عشان ده 30 حلقة فلازم نطمئنن أن حضرتك كنت مستريع طبعاً لما يقعب معك ما يرتاحش واشتادة المشاهدين لنا نفسه أشكرهم مرات ومرات لأن نمى إلى علمي عدد كبير منهم بيسجل كل الحمد فكل التحية لحضراتهم وإن شاء الله نرجو أن حلقاتنا دي تبقى لها تأثير في الشارع نريد أن يكون مصر رقمها من آخر الدول التي تعاني من بيئة صحية سيئة طيب ما تقول أول الدول في أنا مش عايز أكون يعني متجاوز والطموحات قوي لكن أتمنى طبعاً طبعاً البيئة عندنا الغاز اللي استخدم بدل الجاز عندنا بس هو لو لا الحالة الاقتصادية اللي أمورك تبقى أحلى بكتير بس الناس دي بتاخد الجاز وتشتغل به أوفر في التمن فلو سيادتك وفرت الغاز أعتقد الموضوع سيتحل وخاصة أن البير الغاز اللي ربنا كرم مصر به وإن شاء الله سيشتغل السنة القادمة وهو أكبر بير الغاز على مستوى العالم أعتقد أنه هيبقى فتح للمصريين وأمل لولدنا في المستقبل بالإضافة إلى كثرة الأشجار وعدم تعدي على الأرض الزراعية مرفق بها التزين اللي هو بقى كالقيمة اللي تليها مباشرة التزين محلات للأزياء أيما بالواجب بس المطلوب استخدام كمان المحلات اللي بتقوم بالصبغ والكي والنظافة طب اسمح لي أنا أريد أن أقترح فكرة إجراءية ولكنها متشددة قوي أرجو أن الناس مدخدهاش بشيء متطر في الوظائف الحكومية يبقى كده في تفتيش على النظافة ما يصحش واحد يجي دقن ومش عارف منها بيتها كده وعمل شكلها كان صحش واحد يجي لابس لبس إيه؟ كان زي ما يجي في المليارس طب هده إحنا عايزين وكان في الجامعات كده برضه كان حد يجرؤ يدخل الجامعة بلبس إحنا عايزين لرجاء لأسف الشديد لأ الموضوع محتاج بوقفة صحية بس على فكرة من ضمن الأساليب لحدك كنت ذكرتها مرة في الحلقة في رمضان لما قلت في النظافة وفي البيئة الصحية إن بتاع سنبل هل يمبرز ليه الحيوانات أنا شايفت إن ده مش هيتناسب ليه؟ لأن فيه فرق بين الأرض الترابية والأرض الاسفلت الأرض الترابية اللي ربنا جعلها أصلا مهيئة للخيل والبغيرة والحميلة التي تركبوها لما بيعملوا مية المية الأرض بتشربها لكن لما بيعملوا الروس الروس بيدخل مع التراب يبقى التراب ده في الأرض الترابية لكن في الأرض المسفلتة الأرض المسفلتة لو أنت عملت بمرز للروس مش همبرز يعني في حكمة لكن مش هتعرف تعمل ده فيه المية المية هتنزل بطريقة سخيفة اللي هتصلح مع الاسفلت عشان كده بتلاحظ أن كل الدواب ديت أصحابها بيعملوا إيه بيركبوها حدوة من تحت حدوة إيه من تحت حدوة حصان اللي هي حديد وبيدقها في رجل من تحت عشان إيه يستحمل يمشي على الاسفلت لأنه خلق مش مؤهل يمشي على الاسفلت إذن أفضل شيء تنفيذ قرار الحضارة على مستوى العالم كله وهنا في مصر فيه قرار أيضا بمنع سير هذه الدواب فيه طرق الاسفلت نعمل إنشاء الأسرة وحمايتهم آه طبعا عشان ننشئها احنا قلنا فيها قريبا إن محتاج إشهار الزواج ومحتاج إشهار الطلاق ولو أنت اعتبرت ده الإشهار أساس في التعامل هتحلي مشكلة الأخت اللي أنت بتتكلم عنها منذ قليل اللي بتقول جوزها طلقها شفوي وسيبها زي بيت الوقف لها اتجوزت غيره وهي مش عارفة هي متجوزة لو كل ما تكلموا لها لا أنا طلقتك طبعا فين ما يسمى طبعا تقول له كده أجوز فاتتها هذه الإجابة المهمة طيب ولو رحت اتجوزت المعزونة هيقول لها إيه طبعا هذا يعتبر زينة طيب إذن بتصدق مين لا المعزون لأنه بيكلم هنا على القانون الموجود الضيافة الضيافة أعتقد وجود المطاعم عمل كبير أوي فتح مجال إيه ده يعني الناس مش هتصدي في بيوتها ولا إيه إش كان لما طلعت المطاعم سمعنا ترياءة أكل البيوت راح والناس راح هتأكل في المطاعم مضت الأيام وأصبحت المطاعم المهاردة كزئلة يتجزأ طبعا من صلب حياة الإنسان في المدينة على الأقل وخاصة لما جالك ضيوف كتير هتعمل إيه فجأة كده جالك ضيوف فجأة عندك زرف هتعمل إيه هتتصل بمين عشان يجيب لك الأكل ده كله مع ضيوفك الكبار أهلي البيت هيقدرهم يقوموا بخدمة العدد الكبير اللي جاي لك من زمايلك في إحدى مناسبات هتضطر تتصل بمين بمطعم فأصبح وجود المطعم يسر مسألة الضيافة ولا ما يسرها؟ تمام يسرها تماما أقولك وجود المشروبات النهاردة الميسرة في كل مكان أيضا ده مش يسر مسألة كان زمان عشان تعمل الشاي هتضطر تجيب البراد وجيب الفحم وجيبه الأبر الجاس وتولعه وعدين إلى آخره فأصبح الآن وجود المشروبات ده كلها مش بتيسر مسألة الضيافة؟ أخيرا الاستئذان آه الاستئذان طبعا ده ضرورة إنسانية ومن عشان نحقق فكرة الاستئذان نهاية كل شيء لازم تبقى لها خاتمة يعني كل شيء لازم يكون له خاتمة فالخاتمة هي استئذان يعني أما تعمل خاتمة لكتاب ده استئذان خاتمة للموضوع اللي بتكلم فيه ده استئذان خاتمة للجلسة اللي بينه وبينك عشان نمشي برضو ده استئذان إذن الاستئذان الوجود الخاتمة هيؤدي إلى الاستئذان وهو مظهر متحضر جدا وكمان الاستئذان في عند اللقاء يعني الاستئذان لما أدخل بيتك ما ينفعش أدخل من غير الاستئذان فوجود الجرس هيخليك ترد أو ما تردش ووجود التليفون وأتصل بك قبل ما جيلك هيخليك ترد أو ما تردش يبقى وجود التليفون ووجود الجرس دفحت ذاته إجراء من وكان الاستئذان أخيرا وليس آخرا فهناك الصمت ثم الكلمة الطيبة أيها الصمت علشان نعمل صمتنا قلنا عندك الصمت الانتخابي ده بدعة عالمية مش احنا اللي بتدعناها بس طلعت فكرة عبقرية إنسانية كده ولا لا ليه؟ ما هتخليش واحد من المنافسين في الانتخابات يغلب التاني في آخر الـ 24 ساعة فآخر الـ 48 ساعة الكل لو سمحتهم يعدهم وعشان تبقى السيادة المين؟ للناس تتأمل وتختار تختار الشخص اللي هتروح تدي صوتها له بدون تأثير وقالزمنا بالقانون الكل يسكت كمان الصمت الإجباري فيه الميكروفون لما واحد بيتكلم مطول عن المعاد بقفل الميكروفون عليه باعتبار إن لو حقك تكلم ثلاث دقائق أكتر من كده لا فده أيضا الصمت وكمان الصمت فيه دقائق الحداد دي معبرة جدا والصمت اللي ترجيت فيه وزارة طبيعة تعليم إن يكون يوم في الأسبوع ولا يوم في الشهر حصة واحدة الطالب يقعد فيها صامت كده ويطلع فكرة هذا اقتراح نحن نسني عليه عشان التلاميذ من صغار السن يبتدوا يتعلموا في هذا السن المبكر قيمة الصمت صحيح بدأنا بالثقة بالنفس وننتهي بالكلمة الطيبة كل سلام طيب وحددك صحة والسلام كل مشاهدين بخير يا رب أجمل كلمة طيبة المصريين عندهم الكلمة دي على فكرة بيقولوها 365 يوم في السنة صح؟ مرة تانية تمام بتقابل أي مصري لما بيقابلك في أي يوم بيقولك إيه كورسانونتا بمناسبة إيه هي كده بمناسبة طيب شفت اللغة؟ طبعا وبعدين الكلمة الأفشه اللي تخلي البعد عن الصدام يعني مثلا شدنا شوي فواحد صلى على النبي غيرنا الموضوع آه جميل احنا بنتكلم في موضوع معين أيوه وشدنا فيه فواحد تاني يقول صلى على النبي صلى على النبي ايه في البقى عشان تهدى وتوقف وانغير وانتقل لحاجة تانية برضو كلمة طيبة الكلمة الطيبة ديت منها برضو على فكرة النقطة ما هي كلمة طيبة؟ ياه ايوه مش بتدحجك اه طبعا وتحقق الابتسام وتحقق برضو الكلمة الطيبة وبعدين احنا فاهمين على ان النقطة استخدمت صح سياسيا للأسف خطأ بعض الجهات كده استخدمت النقطة لي يعني التمييز ضد نظام النقطة السياسية المستخدمة ضد نظام دي غمز ولمز انا بتكلم على النقطة البريئة اللي تحقق فكرة الضحكة بدون غمز ولا لمز لأ دا هي فكرة خروج الانسان عن الوضع الذي يعيشه يعيشه فيه الى وضع اخر اكثر تفاؤلا اسمح لي ان اختتم حوارنا بالكلمة الطيبة وان نعبر عن امتناننا لسيادتك بهذه المحلة العلمية الطويلة طوال سلسين حلقة اكتهدت جهدا كبيرا كان لديك من الحماس والحرص على ان ما استطعت ان تحصلهم المعلومات ينبغي ان يسكن في عقول الناس لم تحاول ان تفرد عليهم هذه المعلومات بل قلت هي معلومات مطروحة وعليكم الاختيام من بينها فكان هذا منهجا نود ان يلتزم به الغير لانه منهج العالم الحريص على ان ينتقل علمه ولا ان ينتقل رأيه نشكر سيادتك شكرا كزيلا على هذه الرحلة طويلة وباذن الله تكون مع السادة المشاهدين دائما في شهر رمضان في سلسين حلقة قادمة ورحلة علمية اخرى طويلة تتناول موضوعات عديدة اخرى شكرا جزيلا ولا انسى تقديم الشكر لسيادتك اولا شكرا يا فاند يعني شكر مضاعف لسيادتك اولا تحملتني في فترة شهر رمضان شهر رمضان انت عارف النوم في قليل والاعمال فيها كثيرة والتحضير والمذاكرة بتاخد وقت كبير قد كده فده كله بيشد بس ما ليش علاقة بالصوم لا طبعا الصوم ما ليش علاقة طبعا طبعا لكن الجهد الذي يبزل في الفترة دي ربما سبب لي بعض الشد والعصبية فبطلب من الاشدادة مشاهدين اولا مسامحة وبطلب من سادتك المسامحة نحنو وربنا يسمحنا جميعا ونلتقي ان شاء الله على خير بحسن ليا ونسأل الله القبول آمين يا رب وأخيرا نقول بهذه الكلمة الطيبة التي قالها لنا دكتور سعد كل سنة وأنتم طيبون كل سنة ومصر طيبة كل سنة ومصر مستقرة سيالمة آمنة تزهو بتاريخها وتزهو بحضرها وتستعد لاستقبال مستقبلها كل سنة ومصر هي أم الدنيا وهي قلب العالم العربي كل مصر وكل شعبها بإذن الله بخير كل عام وأنتم بخير هذا البرنامج برعاية موسيقى 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 موسيقى